يروج لرواة أن قتلة مارقين وراء اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول ويعلن عن بدء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحقيقا داخليا فتذكر صحيفة نيويورك تايمز أن المشتبه فيهم في قضية خاشقجي لديهم صلاة بولي العهد السعودي وأن من بين هؤلاء ماهر عبد العزيز مطرب الذي تؤكد الصحيفة أنه واحد من المقربين من ولي العهد السعودي وأنه رافقه خلال العديد من جوالاته وبالفعل يظهر ماهر عبد العزيز مطرب في الخلفية في أكثر من زيارة دولية للأمير محمد بن سلمان لا تدعو هذه الصور مجالا للشك في أن ماهر عبد العزيز مطرب من الدائرة المقربة من محمد بن سلمان كما لا تدعو الصور التي التقطت في المطار بإسطنبول مجالا للشك في أن من رافق ولي العهد في جوالته شارك في عملية قتل خاشقجي داخل القنصلية صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن صلاة المشتبه في ضلوعهم في قضية خاشقجي بالأمير محمد بن سلمان تضعف الرواية التي يروج لها بأن خاشقجي مات نتيجة عملية نفذها مارقون دون موافقة ولي العهد السعودي أما موقع ميدل إست آي فقد أكد بدوره تنصيق مطرب للعملية وقال الموقع إنه حصل على واثيقة من وزارة الداخل السعودية تشمل معلومات عن سبعة ضباط رفيع المستوى من المشاركين في العملية وأن مطرب هو أعلاهم رتبة وأضاف أن الواثيقة تشير إلى مطرب بأنه مهندس اتصالات ومرافق أمني لولي العهد السعودي وأشار الموقع إلى أن ماهر عبد العزيز مطرب هو من استأجر الطائرتين التي أقلت الفريق الذي دخل القنصلية يوم دخول خاشقجي إليها وأنه واحد من اثنين من المشتبه فيهم دخل تركيا بجوازين دبلوماسيين وتؤكد مصادر أخرى ما ذهبت إليه نيويورك تايمز ومدل إست آي وتشير إلى أن مطرب منذ دخول الفريق السعودي الأراضي التركية وحتى مغادرته أجرى 19 مكالمة مع مسؤولين سعوديين أربع منها كانت مع السكريتيري الخاص لولي العهد السعودي ولأن هذه المعطيات تجعل نفية صلاة ماهر عبد العزيز مطرب وأفراد آخرين في الفريق بولي العهد السعودي يبدو شبه مستحيل فإن نيويورك تايمز خلصت إلى أن تبرئة ولي العهد السعودي من دم جمال خاشقجي أمر صعب وغير مقبول